أكدت وزيرة والبيئة ياسمين فؤاد بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم كاب 27 الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ أن دمج النوع الاجتماعي في عملية مواجهة المناخ خاصة المرأة سيساعده للوصول لمؤتمر للمناخ للتنفيذ كما تطمح مصر وباقي دول العالم جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة رفيعة المستوى على همشي أعمال الدورة السادسة وستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية حيث استعرضت دورة المرأة المصرية في دفع العمل البيئي ومواجهة أثار تغير المناخ وأكد الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرأة هي حجر الزاوية في تحقيق تقدم حقيقي وتسريع وطيرة العمل لأي تحدي بيئي وتنموي فمشاركة المرأة في تطوير الخطط الوطنية للدول المتعلقة بالمناخ أصبح أمرا حتميا سواء برفع الوعي ومشاركة المعرفة وتبني إجراءة الحد من غازات الاحتباس الحراري اشتركوا في القناة